بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام الشوكاني ورحمه الله ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء قال الشارح رحمه الله وهو مجمع عليه كما حكى ذلك النغوي والمهدي في البحر ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه كالأمر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الذي وقصته الناقة بغسل الذي وقصته ناقته وبغسل ابنته زينب وهما في الصحيح إذن يجب على الأحياء أن يغسل الأموات من المسلمين وهذه المسألة فيها إجماع نقله النغوي رحمه الله تعالى وما هو مستند هذا الإجماع مستند هذا الإجماع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الذي وقصته الناقة كان واقفا بعرفة فوقصته أي سقط من عليها وانكسر عنقه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فالمحرم إذا مات محرما يغسل لكن لا يحنط لا يوضع عليه الحنوط من طيب وبخور وما أشبه ذلك أنه محرم ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على النساء وهن يغسلن ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور أو شيئا من كافور ولما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسله الصحابة وهكذا استمر هذا الحال وإلى يومنا هذا بقي لماذا يغسل الميت هل لأنه نجس أم ليس أنه نجس لماذا يغسل الميت ما الحكمة من يقول أروسي نعم أمرنا بذلك والمؤمن لا ينجس حيا وميتا وهو لا ينجس فنحن نتبع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا آخر إذا كان على جنابه يغسل يغسل وحنظلها الغسيل لما خرج مجاهدا وقتل في سبيل الله وكان جنبا غسلت الملائكة إذا كان جنبا يغسل لكن لم يكن جنبا لم يكن جنبا فهل يغسل لأنه نجس حتى حتى لو كان جنبا فالجنابة ليس معنى ذلك أن من وقع فيها تنجس طيب وتغسيله يكون واجبا كفائيا أي إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر وهنا هنا في قوله في الذي وقصته الناقة اغسلوه بماء وسدر هذا الأمر للوجوب ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم من كل من كل واحد من المسلمين أن يغسل الميت إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين فإذا قام به بعضهم كفى إذا قام به بعضهم كفى وهو قادم على ربه سبحانه وتعالى يكون نظيفا يكون نظيفا هنا لم يذكر شيئا لكن هو هذا يعني غسل الميت ليس من أجل أنه نجس ليس من أجل أنه نجس قال رحمه الله تعالى والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه فالولد يغسل أباه ولأب يغسل ولده ولأخ يغسل أخاه وهكذا هو أولى بالقريب لكن إذا كان من جنسه وهكذا العم أولى بتغسيل ابنتها والبنت أولى بتغسيل أمها والأخت أولى بتغسيل أختها وهكذا هذا إذا كان من الجنس لكن إذا وجد من غير جنسه مات وعنده أم أو أخت لا الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء فلا يغسل هذا الجنس هذا الجنس ما يجوز ذلك وسيأتي معنا إن شاء الله قال لحديث ليليه أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمان وأخرجه أحمد والطبراني وفي إسناده جابر الجعفي فيه كلام شديد هذا لا يثبت والحديث إن كان لا يصلح للاحتجاج به ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب كمال العناية ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل متعبدي هذا والصحيح الصحيح أنه متعبدي نعم وليس لأنه نجس والمسلم لا ينجس حيا وميتا إذن ما فيه هذا شيء آخر نضافه شيء آخر ليس للنجاسة هنا إلى الأوطار نعم هم يقولون هذا بقي هنا والقريب أولى بالقريب النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تولى تغسيله من هم علي منهم وهو من أقرب الناس إليه الفضل نعم أيضا وهو ابن عمه وقثم قثم فالذي تولى تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرباء فالقريب فالقريب أولى بغسل قريبه وإذا أوصى الميت أن يغسله فلان فتنفذ وصيته إذا أوصى أن يغسله فلان فوصيته تنفذ قال وأحد الزوجين بالآخر أولى أي أحد الزوجين أولى بالآخر بمعنى يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا ماتت هذا الذي يجوز فقط أما رجل يغسل امرأة ولو من محارمه أو امرأة تغسل رجلا ولو من محارمها هذا لا يجوز هذا لا يجوز طيب قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك أخرجه أحمد وابن ماجة أخرجه أحمد وابن ماجة وابن حبان والدار قطني والبيهقي وفي إسناده محمد ابن إسحاق ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح ابن قيسان وأصل الحديث في البخاري بلفظ ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك وقالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه اخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود والحديث يصححه العلامة العلباني رحمه الله تعالى وقد غسلت الصديق زوجته أسماء أسماء بنت عميس كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه هنا يقول رواه البيهق وضعفه لكن ذكر أن له شواهد والله أعلم وغسل علي فاطمة رضي الله عنها كما رواه الشافعي والدار قطني وأبو نعيم والبيهق بإسناد حسن قال وقد ذهب إلى ذلك الجمهور قال في المسوى اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها واختلفوا في غسل الزوج امرأته قالت الحنفية لا يجوز فإن لم يكن إلا الزوج يممها وقال الشافعي يجوز لما مر والصحيح أنه يجوز فيجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها للحديث الذي سمعناه عند أحمد وابن ماجة والدارمي وابن حبان أن النبي قال ما ضرك لو مدت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك هذا قول رسول الله وأيضا أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء أي زوجات رضي الله عنه وهكذا علي غسل فاطمة وهذا هو الصحيح يجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها خلافا للحنفية فقالوا لا يجوز يعني للزوج أن يغسل زوجته ويجوز نعم لا يجوز له ذلك وإن لم يوجد إلا هو فإنه يؤممها أي بالتراب يأخذ التراب ويمسع على وجهها طيب هذه مسألة وهي هذه مسألة وهي إذا مات رجل بين نساء أو ماتت امرأة بين رجال فكيف تغسل كيف تغسل ما فيه إلا النساء مات رجل واحد بين النساء قريبات أو بعيدات لكن لا زوجة يغسل في ملابسه أو ييمم طيب إذا نضح الماء وعلى الثياب نحتاج ننزع الثياب والتكفين يحتاج إلى نزع الثياب هذه المسألة يعني إذا لم يمكن إذا لم يمكن ولم يوجد رجال وأمكن أن يصب عليه الماء أو يصب عليها الماء لا حرج فإن لم فييمم أو تيمم يعني ييمم الرجل أو تيمم المرأة عبد الواسع ييمم أو يتيمم إيه بس الذي ورد هو الغسل الذي ورد هو الغسل طيب هنا قال رحمه الله الشيخ من وثيمين قال أولا هاتان الصورتان أنت موت امرأة بين رجال ليس معهم من يصح أن يغسلها أو رجل بين النساء ليس فيهن من يصح أن تغسله ثانيا إذا كان الميت خنثا طيب هنا ذكر أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجل أو امرأة الترام بيديه ويمسه بهما وجه الميت وكفيه هذا ما ذكروه لأنهم قالوا قالوا وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه ييمم ييمم نعم ولم تجدوا ماء فتيمم طيب كيف نغسل المرأة نصب الماء عليها أو ممكن أن تغسل في لحدها أصلا هذه نادر هذا إن وجد فأندر من النادر أندر من النادر ممكن لكن الآن كيف نغسلها كيف نغسلها فيها فتنة نعم فإذا لم يوجد من يغسلها فهنا يقولون تيمم لكن لو أن هناك مثلا بعض الأشياء أو يعني الماء والجو مهي وما أشبه ذلك وصب عليها الماء طيب ما هو المانا طيب إذا ماتت صبية عند رجال أو صبي عند نساء إذا كان صغيرا ليست له عورة أو كانت البنت صغيرة ليست لها عورة فلا حرج أن تغسل من قبل الرجال أو من قبل النساء طيب بمعنى ما تصبي في الخامسة أو السادسة أو أقل من ذلك وصغير في مجمع نساء فهل يجوز للنساء أن يغسلن يجوز ليست له عورة طفلة صغيرة ماتت أن يغسلها الرجال نعم يغسلها الرجال وبالنسبة للعورة لا يجوز بالنسبة للعورة لا يجوز للرجال أن ينظر إلى عورة الرجل ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى عورة المرأة فالواجب أن تستر عورته أن تستر العورة وعورة المرأة عند الرجال كلها عورة كلها عورة من أخمص قدميها إلى مفرق رأسها بعض بعض النفوس شريرة ولهذا ذكروا بعض النفوس شريرة ولهذا مرت معنا مسألة لو أن رجلا زنى بميتة أي يقام عليه الحد يقام يقام عليه الحد وذكر هذا النووي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر السدر معروف يعني ورقه ورق النبق لقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة الغاسلات لابنته لابنته زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر وجعلنا في الآخيرة كافورا وهو في الصحيحين من حديث أم عطية إذن الآن الغسل يكون وطرا إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا فلو دعت الحاجة أن الميت يخرج منه أشياء واحتاج إلى أن يغسل أكثر من ذلك فلا حرج لكن الغسل يكون وطرا يعني فردا الآن الآن لو أن ميتا مات كيف نصنع به كيف نصنع به أولا يجرد يجرد برفق وليل لو كان عليه ثياب من الصعب إخراجها تقص تقطع أو تقص وتزال بسهولة فإذا جرد تغطى عورته ما زال على الثوب أو سروال نأتي بمنشفة أو خرقة ونغطي مكان العورة ويسحب الذي عليه من أسفل فإذا جرد تماما ذكر الفقهاء بأنه يرفع من عند رأسه قليلا ويمسح على بطنه برفق يمسح على بطنه بحيث إذا كان في بطنه شيء خرج حتى لا يتأذى المغسلون وقت التغسيل ثم يعني يأخذ خرقة أو هذا الجواند الكفوف أو ما أشبه ذلك وينجيه يدخل يده ويسكب الماء من أعلى ولا ينظر إلى عورته ويغسل العورة وبعد أن ينجى بعد أن ينجى يوضى كوضوء الصلاة ويبدأ بالميام ومسألة المضمضة والاستنشاق هذا غير مقدور عليها يأخذ عطبة أو خرقة ويبلها ويمسح على أسنانه وينظف من خريه وإذا انتهى وقد بدأ باليمين وبشقه أيضا يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر يأتي ويبدأ بالشق الأيمن يرفعه وهناك من يعينه يغسل هذا الشق ثم يرفع ويغسل هذا الشق ورأسه أيضا يغسله بماء وسدر والآن الصوابين وكانت تسمى فيما مضى بالأشنان هي المنظفات صابؤ أو شامب أو ما أشبه ذلك ويغسل على هذه الطريقة ثلاثا أو خمسا أو سبعا وفي الأخيرة يوضع الكافور على ماء ويحتو يذاب ويخلط به الماء ثم يغسل به الغسلة الأخيرة لأن الكافور الكافور هو مادة حافظة فيحفظ البدن من سرعة التحلل وخاصة في الأماكن الرخوة التي فيها رطوبة كالإبطين والعانة وما أسبب ذلك فإذا غسل بالمرة الآخرة بالكافور ينشر ولا حرج أن تسرح لحية الرجل وأن يسرح رأسه وهكذا المرأة يعني يسرح شعرها ويغفر ثلاث ضفائر كما فعل ببنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بعد ذلك يجهز الكفن ويوضع الميت في كفن نعم يلقى شعرها إلى خلفها كما سيتمعنا إن شاء الله إلى هنا شكرا لك شكرا لك